اشتركوا في القناة ربنا يبريك لك يعني دايما لقاءاتك بتبقى مسمرة ودايما بين حاجة جديدة ودايما مفاجآت ودايما حاجة مش موجودة على الساحة ودايما أدائك مختلف ربنا يبريك لك يا دكتورة دكتورة أمنية يا جماعة هنقعد لبكرة لو قعدنا نقول الألقاب يعني عملة البروتين بلدزر المعالجات أخيرا مش عارف يعني خلينا نقول عائلة الملت فيتامين ومعاك أسئلة يعني برضو نفس الموضوع بتاع المعالي المساشار أول ما أعلننا على حلقة بتاعتك مش عارف يعني أنت تاخد الأسئلة دي الجاوب عليها في البيت بصراحة يعني الله نستعر خلينا برضو نبدأ عشان وقتنا على طول دكتورة يعني أسئلة مننا بس يعني شوالين مننا معلش أنا عايز أعرف إيه الفرق بين الكوافر زمان والكوافر دلوقتي كل الفرق والله حقيقي كل الفرق يعني حقيقي كوافر زمان كان بيمتاب بالأخلاق السامية الرفيعة الحاجة كده حقيقي أتمنى نرجع بأخلاق الكوافر والبروتوكول اللي كانوا بيتعاملوا به بلا علم يعني كانت فطرتهم المهنية كده فطرتهم المهنية كانت ذو خلق تمام؟ النهاردة بقى كلنا معانا شهادات جماعية وكلنا معانا شهادات فخرية وكلنا بناء كرصات دولية وشهادات دولية وينقصنا حتة أخلاق الكوافر أخلاق المهنة أخلاق المهنة الزوء الأسلوب الطريقة النفسية حاجات كتيرة جدا بتنقصنا في الحتة دي يعني إحنا طلعنا علميا يعني أنا أسفة جدا لحضرتك كل كل الناس ولكن انحضرنا نفسيا وأخلاقيا في السلوب بقى يعني فاهمني؟ تمام طيب برضو يعني موضوع البروتين وموضوع المواد اللي هي انتشر في الفترة الأخيرة خلت سيادة البيت البسيطة تمام عايزة تعرف وعايزة تجرب وعايزة تواكب العصر وتواكب وتشوف إيه الجديد وإيه اللي بيحصل وإيه 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 برغم كده يعني كل المتخصصات خلينا نتكلم في حدة البروتين شوية معلش أنا بكلم مع العمدة بقى فلازم أاخد راحتي تمام أغلب المتخصصات دايما عندهم أو 90% عندهم جلسة البروتين بتفشل تمام وممكن يكونوا شغالين بنفس المتاريال بنفس المواد ده صحيح وممكن يكون من بنفس الإزازة بنفس الإزازة حاطب ودي جلسة بتفشل وفشل الزريع كمان بتوابعها تمام آه يعني بجد شفت بعين آه شفت بعين فيها لديها وجلسة بمشاء الله عليها ده حقيقي بتدي 101% مصبوط آه ده بيرجع لأن فيه آه مش عايزة أقول متخصصة لأنه ضد الكلمة دي أنا بحب كلمة كوافير أنا بحب الكلمة المشملة تمام آه فيه حد عارف هو رايح يعمل إيه وحد سمع كلمتين فراح جاب إزازة وجاب مكوى وراح يشتغل فشلت الدنيا معاه تمام الحاجات دي كلها يا سيد لازم عاملة زي السلم كده ماينفعش أبدا تطلع الدور الرابع من غير متعدي بالمدخل ومرورا بالثلاث أدوار السابقية تمام فلازم تبقى عارفة نوع الشعر اللي هتتعامل معاه وينسبه أنهي مادة دي كده مبدئيا تمام الأساس التجهيز تجهيز الشعر أنه يستقبل المادة دي أهم من الشغل نفسه مادوم تجهزتي الشعر صح وأهلتي تأهيل صح لازم الجلسة تطلع نتجتها صح 100% مفيش فيها أهضار مفيش فيها كلام تمام صعب قوي أني أجازف بشعر عميلة وبفلوس عميلة وبسمعتي كوافرة لأنها أنا لما حفشل يعني شعرها يفشل تحت إيدي مش هتلتمث لي أي أعذار أكيد طبعا خصوصا أنه ده شيء مكلف مش بتعمل حاجة بسيطة شيء مكلف فلازم قبل ما نعمل حاجة زي كده لازم نبقى عارفين إخلا رحين نعمل إيه خلاص مفيش مشكلة خالص مش عيب إني أتعلم صح عشان أشتغل صح بس والله السؤال لوحده مش كفاية لأنه في عندنا في الجروبات الشغل كله بيسأل بس اللي بيسأل وبيتعلم ويطبقه كمانا ويطبقه صح غير اللي بيسمع وبيقول لك دي بسيطة دي حاجة بسيطة قوي كده طيب يعني بس عشان الأسئلة جاي كتير قوي على المالت فيتامين أنا حابب برضو أعرف من حضرتك المجموعة وتركباتها وأنواعها وهي عبارة عن إيه واستخدامها هقول لحضرتك قصة المالت فيتامين احنا بنحاول نرجع للطبيعة خلاص بالضبط كده عدنا بمراحل كتير متطورة فيلر بوتوكس طبعا البروتين قبل كده عدنا بمراحل هيلة تمام فإحنا عايزين نعرف إيه تكوين الشعراية علشان نعرف هي محتاجة إيه الفرق بين الشعر الحلوة والشعر الوحشة كمية الفيتامينز اللي موجودة في أمبوب الشعراية فماليها فبيدينا نتيجة حلوة اللي هي صنع الله صنع ربنا تمام فإحنا بنشوف إيه اللي ناقص من أمبوب الشعراية ده من الفيتامينز اللي موجودة في الحياة وبنعملها عشان تكمل المنظومة بالضبط كده تمام دي فكرة المالتي فيتامين خلاص حاجة أمان حاجة منتهى منتهى الأمان اللي في الدنيا لطفلة الحامل لأي حد حتى لو فضل على الشعر البكرة بنعمل منه ترميمات معالجات بيتضف على أي نوع بروتين يعني أنا دايما نقول لهم إحنا المالتي فيتامين اللي مش بروتين يعني إحنا بنعمل عميل البروتين وإحنا مش بروتين تمام بس هي دي كل القصة في المالتي فيتامين أما بقيت المجموعة ده حوار تاني خالص طيب يعني برضو نعرف الأسماء أو يعني عندنا مثلا مجموعة الأفتر كير دي دي مجموعة عناية الشعر مجموعة الأفتر كير مجموعة العناية بالشعر بعد البروتين إزاي أحافظ لأنه مش بس الجلسة نجحها في إني أجهز واشتغل صح كمان العميلة لازم تعتني صح بعد الجلسة نفسها بعد الجلسة نفسها تمام يعني إحنا بنعمل حاجة اتكلفت وأخذت وقت كبير وأخذت مجهود ضخم تمام وكلفتها فلوس هي كمان لازم مطلوب منها حاجات تعتني حافظ بقى وتعتني باللي عملته مصبوط بالنجاح ده اللي وصلته صح كده؟ مصبوط تمام طيب المجموعة دي ممكن تعمل إيه؟ آه دي تعمل حاجات كتير قوي أولا بتحافظ على تعب اللي أنا تعبته في الشعر ده عالجلسة آه عالجلسة تمام كمان بتساعدني إن الشعر اللي طالع جديد طالع طري ومفروط حلو مش بنفس طبعا فرد المعالج آه ولكن هي بتساعد الشعر إن هو يتغذى بياخد الغزل لنقصه تمام من الجذور بقى من الجذور البصيلة نفسها بتتغذى فبتديني نتيجة أروع حاج شعره حلو وجميل وويفي بس تهايش ومقصف ومش عايف إيه لما يستعمل مثلا الحمام الكريم ده كله تريتمنت ومعالجات تمام بيخلي الشعر صبرك رحمان زير حرير من غير أي حاجة يتعمل منه جلسات ترميم على البارد وحاجة كده منتهى الثلاثة يعني إبداع مصري عايز أقول يعني يعني يسلم آه والله يسلم إيد اللي عمله وحاجة كده محترمة حاجة فخمة يعني طيب معانا إيه تاني غير مجموعة معانا طبعا المجموعة العناية دي عبارة عن شامبو وبلسم وأو الكونديشنر والماسك اللي هو حمام الكريم تمام وصوفت كريم سيروم أول مرة في مصر نعمل سيروم كريمي تمام أول مرة ده اللي أنا جربته أيها ده اللي حضرتك كريم ده يا جماعة بصراحة جميل أول جميل أول أنا مجربه بقى ده بصراحة بس مجربه حالا كمان دي شهادة نحطها تاج على نفسنا وبدأي ده أمر واقع والله والله ده أمر واقع ما شاء الله عايز أقول لحضرتك كمان أنه مش بس ينفع للشعر ده كمان بنستخدمه لبشرتنا بعد الجلسات بتاعت البروتين مذهل بيشيل أثر الإجهات بتاعت الجلسة والجلب المتبهدل يعني يستخدم شعر وبشرة اللي ينفع للبشرة نستعمله على أي حاجة وإحنا متطمينين لأنه مفيش أهم من البشرة أكيد طبعا عندنا كمان مصف الحليب ده ناتورال جدا 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 ناتجته بتبان في خلال ربع ساعة من الاستخدام مش محتاج نستخدم مرة واثنين وتلاتة علشان نقول الله إيه الجمال ده عايز أقول لحضرتك بمجرد استخدام واحد مرة واحد بفرق فرق حقيقي تمام عندنا كمان الطامي الملكي ده إيه بقى دكرة ده إيه ده غسول البشرة صحي كده تمام الناس تعودت بقى على الصابون واللي مش عارف إيه بالنحي كل ده جانبا كده تمام وده يغني غسول غسول البشرة حاجة كده طبيعية جدا 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 يعني بخلاصة الورد حاجة إبداع ما شاء الله لكوة تقيلها بالله تمام معالي ده عندنا البادي لوشن آه كل المنتجات دي مفيش فيها كحول مفيش فيها كيمويات مفيش فيها أي حاجة كلها حاجة طبيعية ده يقولنا إن الموضوع كله طبيعية كله بايتة منذ كله طبيعية جدا 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 حتى التشاورجيل برضو نفس القصة تمام نفس القصة ومعمولة شاورجيل ده مخصوص علشان أثناء الاستحمام الشعر بيتأثر بالشاورجيل أكيد فبيتكسر من تحته بيتبهدل أكيد فاتعمل ده مخصوص علشان حتى لو هي استعملته ما يقزيش الشعر وهي كده حاجة تمام طيب والماسك الكرب ده بتاع ده مصك طامي الملكي طامي ملكي طامي ملكي ده حاجة كده تحري يعني بجد حاجة فخمة جدا ده مصك برضو ده مصك ده لإزالة الجلد الميت وتجليد خلايا البشرة وحاجة كده جميع أنواع البشرة باية يا دكتورة؟ يعني بيمشي مع جميع أنواع البشرة؟ كلها مع البشرة تمام طيب خلينا نرجع بقى لأسئلة بتاعتنا للناس يعني بصراحة يعني فيه حد بيتكلم بيقول هل فيه أثار سلبية بتأثر فيها الكوفير أثناء عمل جلسة البروتين أثار سلبية جلسة البروتين بتأثر علينا كأفراد أو متخصصين في المجال في كل حاجة بتأثر أولا على البشرة أكيد سيحن عملنا الحل بقى لا حتى أنا مش بتكلم على ده الشغل الحقيقي وأنا بشتغل بالمكوة وبيطلع في وشي دخنة وإجهاد والمسان بتتفتح والبشرة بتشرب دخان ورزاز من بقايا المواد اللي بنشتغل بيها بيأثر على البشرة بيأثر على شبكية العين بيأثر على الجهاز التنفسي بيأثر على البلعوم بيأثر على القدمين بيأثر على كل حاجة فلازم كل واحدة فينا تبقى عارفة إزاي تعتني بنفسها مش عشان هنشتغل وبنحارب في الحياة علشان نرفع من دخولنا الحياتية ندمر أجهزتنا فلازم كل واحدة فينا تبقى عارفة إزاي تعتني بنفسها كإنسان بعد الجلسة وإزاي تحمي نفسها وهي دخل تعمل الجلسة وده بسيط ودي حاجات كلها سهلة جداً وبسيطة جداً 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 أهم نصيحة لزملائي وأسدتي اللي أكيد مش مستنين مني النصيحة يعني ما حدش يشرب منهم حاجة مكشوفة أثناء الجلسة لأن الرزاز اللي طالع في الجو بينزل في المشروب اللي بنشربه وده سبب تعب المعدة اللي بتصاب بيه كل المتخصصات وهي مش عارفة ليه تمام يا بدكتورة معاليش شهاتك معايا مداخلة من بدري الأستاذة شايماء ومصرة جداً يعني معاليش ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام أستاذة شايماء إزاي حضرتك أنا بخير الحمد لله كل سنة محرق طيبة كل سنة محرق طيبين والأمة الإسلامية كلها بخير ومنورة الدنيا كلها يا مصر عميس مصر ده اللقب الله ده اللقب طبعاً اللي حضرتك نسيك تقوله إحنا مرقبينها هاي أرقام كتيرة يا أستاذة بس والله تفضلينا كلنا اتفضلي مناورة الدنيا كلها يا دكتورة أمنية حبيبتي يا شايم بجأت والله يعني إحنا ما نقدرش طبعاً إن إحنا نوسيكي حقك ولا نوسيكي برضو المنتجات بتاعتك المنتجات والله تتكلم عن نفسها ما شاء الله عائلة المال في فيتامين صحفة يعني بجأة غير يعني مجموعة العناية غير المال في زيت نفسه شغله كل الحاجات بتاعتك الصراحة يعني بيتكلم عن نفسك ما شاء الله اللهم بارك ربنا رب كده يطلح الحال حاجة تماماً ما شاء الله شايماء جربت بنفسك أنا جربت بنفسي أنا عن نفسي أنا متخصصة تلميذة الدكتورة أمنية إنتي أستاذة يا شايماء إنتي مش تلميذة إنتي أستاذة حبيبة قلبي يا مامة إسلاميلي دكتورة أمنية الأستاذة بتاعتنا إحنا يعتبر كلنا تلمزة تحت إيديها كل المنتجات اللي بتظهر الحاجات اللي هي بتكون حاجة تقدر نقتساعدك إنك تظهر كمان يعني تطلع فعلاً إتنا متخصصة يعني من تحت إيديها كم يعني المال دي شغله تماماً بسم الله ما شاء الله واو يعني صح الحمد لله اللي برضو مجموعة الهناية جميلة أنا جربت كل الحاجات دي دي نفسنا شفت النتيجة بنفسنا أنا شفت النتيجة من دكتورة أمنية ذات نفسها بسم الله ما شاء الله إيدي من دكتورة أمنية تتلافذ حالي ربنا أعزك شكراً يا نصولي شايماء يعني لما دكتورة أمنية مسكت بس شويس أي حاجة كده مش شرط إسمه معين لبروتين بيطلع لك من النتيجة مليونت المية مش كل شمية المية شكراً يا نصولي شايماء شكراً الله يحب ليك يا حبيب يا دكتورة إحنا يعني ما نسنناش حاجة بس يعني يعني إيه بقى هو اللي كتير يعني طيب يعني سؤال أخير يا دكتورة معلش أحلام الدكتورة أمنية أوه سؤال صحب يعني الناس كلها برضو عايز أقول لك السؤال ده تكرار كتير قوي في الأسئلة اللي جاية لك برضو سقفة موحي مالوش حدود هتصدقني أكيد طبعاً ما أنا شايف بأعناك وبشوف بأعناك أكيد يعني عايز أقول لك أنا بحلم بالعالمية إن شاء الله بحلم بالعالمية على المستوى المهني مش الشخصي المستوى المهني نفسي أوصل للعالمية نفسي أقف في حتة عالية كمصرية أبارد كل منتج طلع على كتاف المصريين إحنا أمة إقرأ إحنا مقدر نعلم الدنيا كلها أكيد طبعاً إحنا يعني أول ناس بدعوا مهنة الكوافير كانت فرعانة أكيد طبعاً فإحنا الأصل وإحنا الأساس صحيح فيا جماعة إحنا مش قليلين وإنتم مش قليلين الفكرة بس يعني الاجتهاد وإن إحنا نتق الله في شغلنا كل ما حنتق الله في شغلنا كل ما حنترفها بردرجات كتيرة طبعاً طبعاً فأنا أحلامي وصلة للعالمية وصعب قوي قوي أقولك هي وصلة لفين مش عارفة إن شاء الله تحقق كل مني ودايماً من نجاح لنجاح ودايماً كل يوم في جديد عن الدكتورة أمنية إحنا نفسنا مش ملاحقين على النجاحات دي إن إحنا يعني ناخد من وقتك شوية ونعرف إيه الجديد إن شاء الله دايماً في تقدم ودايماً في نجاح ودايماً بهر اللي حواليكي ودايماً كل الجديد عندك أنا سعيدة جداً بوجودي مع حضرتك ويعني دايماً إحنا نجوم على أديك ربنا يا ربنا خليك يا دكتورة ده إنت يعني اللي بنجمانة والله عظيم والله بدون مجاملة دي حقيقة يعني ربنا خليك يا دكتورة حضرتك شرفتي ونورت النهاردة عزيزي المشاهدين يعني قبل ما أختم الفقرة دي أنا حايم أوجه شكر وعرفان لمؤسسة آلة عمار للإعلان مؤسسة عمار عامر عامر للإعلان الأستاذ محمد أحمد عامر الفنان الجميل الفنان الجميل مؤسسة عامر للإعلان الأستاذ محمد أحمد عامر الزوء والفن وربنا يبارك لك وإحنا في تقدم من خلالك أعزيزي المشاهدين دمتم في أمان الله كان معكم سيد يوسف شكرا يا دكتور شكرا يا دكتور Everyday jen شكرا يا دكتور شكرا يا دكتور